أهلا بكم بمناسبة اليوبيل الذهبي لخدمة راهبات المحبة في المملكة ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الاحتفالي الذي أقيم في مركز دار السلامي بعمان بمشاركة المطران سليم الصائغ وقد تأمل المطران الشوملي في عذة القداس بإنجيل القديس متة وفي من هي أسرة يسوع المسيح الحقيقية كما تطرق سيادته إلى الأخوة الروحية التي تجمع الراهبات حيث ربط بين مفهوم الأخوة ومفهوم الخدمة ورسالة المحبة التي وصف بها رسالة الرهبنة التي تقوم عليها مرسلات المحبة راهبات الأم تريزا فهن الأم والأخت لكل محتاج للخدمة في دار السلام للعناية بكبار السن وفي نهاية الاحتفال الذي حضرته الرئيسة الإقليمية للرهبنة الأخت شارون ماريا ومسؤولة الدير في عمان الأخت لوسي ماريا وعدد من الأخوات الراهبات والدكتورة باسم السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن التي أدارت الترانيمة بمرافقة العازف شريف لطفي بارك السادة الأساقفة كعكة اليوبيلي في أجواء من المحبة والألفة